بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله ان شاء الله ركوا لباس وان شاء الله ركوا في صحة وعافية موضوع اليوم هو الزواج من فرنسية او يعني عربية وعندها الجنسية الفرنسية او عندها يعني وثائق قبل باش نشرح الموضوع هذا باختصار ما تنسوا الاشتراك في القناة تعيوتيوب وكذلك لا تنسوا باش تدعموا الصفحة على الفيسبوك عربي في الغربة وديروا البرتاج لايرحم والدكم لونك سيسكرايب وشير داكور نعطوا مثال يعني بما اني انا جزائري نحن نعطي مثال على يعني هي نطابق على كل الجنسيات وكل بلدان نعطوا مثال على واحد جزائري ولا واحدة جزائريا مقيم في الجزائر نحضروا على مثال على رجل جزائري مقيم في الجزائر وراحة بالزوج مع فرنسية يعني فرنسية عندها جنسية فرنسية يعني جواز احمر ولا جزائريا عندها يعني عندها باسبور خضروا باسبور حمر يعني جنسية جزائريا جنسية فرنسية يعني كان مقيمة في فرنسا ولا يعني عايشة في جزائر حتى وان كانت عايشة في جزائر يعني هو اللي بروسي درتعه باش يروح يعيش في فرنسا يعني نحن نتكلم يعني باللغة شوية فرنسية والدرجة واللغة العربية الفصحة نقر كيفية ما هي المراحل التي يتم اتباعها للزواج من طرف يعني جزائري مع يعني فرنسية او جزائريا مقيمة في فرنسا يعني الشيء المهم اللي بلوز امبورطان يعني الشيء المهم والاهم والاهم والمهم سمعوا مليا عشتا حنقولكم هو يعني هذا هو الصح هذا هو الصح يعني لم يديرش هذا ولا لم يديرش هذا يعني ما راح يديروالو يعني راح مرح مرحش يديروالو اوكي دونك هاد الشهادة يعني الشهادة تعقبول الزواج المعترف بها في القنصلية يعني في وزارة يعني وزارة الخارجية تاعة فرنسا يتم يعني يتم تتم هذا يتم هذا تتم هذا يعني الشهادة عن طريق يعني موعد يعني وش دي وش لأول خطوة وش لازم يديرها الانسان هذا اللي حابي تزوج مع الجزائرية يعني جزائرية ولا فرنسية يعني مع شخص عنده جنسية فرنسية حامل الجنسية فرنسية هو يعني يأخذ موعد تاعة لستيام بخندر عن دي تاعة لستيام وهذا الاندفو تاعة لستيام يكون في موقع تاعة لكونسولات دفرنس ألجي يعني في تزير ولا في المروق ولا في تونس ولا في مورطانيا ولا في مصر أي بلاد وهذا الاندفور سيكون سغلنات عن طريق موعد تأخذ موعد لما تجد موعد لازم لك الملف أكيد الملف لازم تجده في الموقع هم يقولون لكل شي الملف أكيد فيها شهدت الميلاد والحالة المدنية كل شي بالنسبة للرجل والمرأة هذا فيما يخص الملف وهذا الملف تأخذ معك يوم الموعد وتأخذ معك هذا الدوصي وتأخذ معك وتضعه في البوات أولاتر يعني في صندوق البريد وتضعه وتدخل عندهم لاندفور وتدخل داخل كونسولات ويسمعوكم لازم تكون الزوجة تاعك تكون معاك يعني انتايا وهي تكونوا في نفس اليوم تكونوا كيف كيف يعني تكونوا مع بعض ممكن يحطوكم في غرفة يعني يجمعوكم كيف كيف ولا يفرقوكم هذا فيما يخص يعني وش حنقولكم لابخيزونس دين كوبل تبليغاتوار يعني نسيسائر لدات دي لاندفور يعني يوم الموعد لازم تكونوا للزوجة الماء ولازم نعطيكم حاجة مهمة ومهمة ومهمة ممكن ما تلقاوها شقاعة يعني لازم المرأة اللي جاءت ليك ولا الراجل اللي جاء لك لازم يعني بنسبة لمرأة لازم هذا الشخص يكون قعد على الأقل على الأقل 24 يوم يعني من يوم دخوله إلى الجزائر وهذا 24 يوم لازم تدخل في الباسبور يعني هو ما راح يشوفوا الباسبور تحايا يعني يشوفوا الجواز صفر يشوفوا جواز صفر يشوفوا مثلا دخلت 1 سبتمبر 2019 مثلا وانت لازم تروح معانتها بعد 24 سبتمبر 2019 إلا كنت يعني لك كانت تحت 24 يعني راح يعطوك روفي راح يعطوك نيغاتيف يعني راح لسيسيا متاعك راح نيغاتيف راح يكون نيغاتيف يعني فوق 24 يوم مينيموم مينيموم 24 يوم اللي فوق 24 يوم قاع راهي في الفايدة وخاصة بالنسبة للناس اللي جاءوا الجزائر راح يزوجوا يسدوا اللي جاءوا لأني يعني الناس اللي دخلوا للجزائر لأول مرة يعني 24 يوم وفيما يخص غيرا لما تدخل إلا كونسولا يعني باينة يعني هذا أمر مفرغ منه يعني لازم لك البصمة والإمضاء ويصوروك وراح تخلص يعني يقول لك نتيجة يعني في الحين يعني يدلوكم أعطوكم أسئلة أسئلة ومن بعد يقول لك يعني نعم أو لا فيما يخص الأسئلة يعني راح ممكن تستنى وتنتظر منهم كل سؤال متوقع يعني سؤال في الخاص ولا في العام يعني يعطوك أسئلة ليك أنت يعطوك أسئلة عليها يعني أنت لازم تجوب على أسئلة يعني لازم تعرف كل شي عليها لازم تثبت تثبت لهم بلأن علاقتك يعني وطيدة ويعني يعني سيريو سيريو يعني لازم لك ديبروف خاصة يعني أسئلة في العلاقة الزوجية يعني هنا يعني هنا مزم تزوج يعني قبل الزوج يعني يعطوك أسئلة يعني كيفاش تلبس مع من تسكن اش حال تخدم اش حال تخلص واش تخدم يعني يعطوك كل أسئلة انت لازم جوب فيما يخص الناس اللي راح يزوجوا مثلا مع رجال يزوجوا مع نسا مثلا الاج يكون كبير الاج يكون فوق خمس سنين هنا يعني راح يتصعب لهم شوية بارسكو زيروها يعني مولات كما بكري فلهذا من المستحسن يعني يدير محامي المحامي ممكن يعاون المحامي يعاون يعني مش هو المحامي يديره في فرنسا يديره المرأة يعني الذي الحامي الجنسية الفرنسية هو الذي يدير محامي السيسيم هذا هو معترف كما قلت لكم هو معترف به من عند 그러니까 يعني هذا الشهادة يعني هي مهمة ومهمة جدا يعني مقبول الزواج داعك في القنصلية ما نحكوش على فيلميري يعني في البلدية ولا في أمر وحد آخر يعني وحيطوكم قوتكم كما قوتكم حيطوكم دي كيستيون بريسيز وما تقدرش مثلا وعندما تروح اليوم يعني لجود يعني ما رحش من المستحسن تيفيتي باش تقول لهم مثلا أنا تزوجت في البلدية وفتحت وقدرت عقد شرعي يعني هذا مليحة لك ولكن مشي هذا دولي رح يساعدوك حاجة اللي رح تساعدك هي ليبروف مشي زع ما تقولهم تبدلهم لليفريت فامي ألجريان وتقولهم أني خطبت ودرت عرس لا 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 هذا ما حش يعاونك وش رح يعاونك سي ليبروف وبعد وبعد نعطيكم ملاحظة كذلك ان شاء الله يعني ربي وفقكم وبعد ما تخرج نتيجة يعني إيجابية في الاستيسيا وتروح تدخل الموقع تحهم تاع VFS Global وتدخل الفيزا وفاميليال وحتى هما يقولون لك يعني إلا حبيت نعطوك فيزا تعاموة تروح تشوف المرة تاعك وتقول لي يعني انتو نتو لشوى تاعك نتو لديسيزيون تاعك المهم عندما تذهب إلى فرنسا كان أمر واحد آخر يجب من نبهكم فيه ويجب من تسمعو اللي مليحة هنا سيبعثو لك ورقة يعني بعثو لك استدعاء يقولون لك مثلا أروح يعني تعال أروح لعدنا جيبنا الملف هذا الملف جيبنا هذا الملف واروح لعدنا نعطو لك يعني العريزي دونس ولا لا كارت سيجوغ راح يطلبوا منك لزاناليس هذلي زاناليس هي كذلك مهمة راح تثبت بأنك صح متزوج معها وتعيش معها وعندك علاقة معها راح يطلبوا لك زاناليس هما اللي راح يقول لك زاناليس ماشي أنا وهما اللي راح يقول لك ملف أنا مرعب شو ما يلزم في ملف المهم فيما يخص الناس اللي عندهم دي فرانس داج ولا عندهم يعني ما عندهم مزاف دي بروف ملاح يديروا انا في فرنسا محامي هو اللي راح يتصل بالكونس هو اللي راح يجري عليكم هذي هي هي تقدر كذلك المرأة إلى ولاة الفرنسا ممكن تقدر هي واحد ع افوكا يعني راح تطول تشد الوقت لبروسيدير هذي وباش تيفيتي يعني الوقت الضايع هذي هي فيما يخص لأن فيما يخص فيما يخص الملف تاعك تاع لساس يام هذك راح يبعتوه إلى الكونسولا يعني ورا في الكونسولا راح يبعتوه إلى نانت باش يخدمو لك لليفري فرنسي ومبعد بعد كي يخدمو لك لليفري فرنسي تقدر تحتر لبي تاعك علي سان روتور وتكل على ربي وربي وفقكم الخير المهم باختصار لليفري السيسم هو يعني لبليز امبرطن في علاقة أو للمرياج تاع الالجريان مع فرنسية أو الجزائرية عندها الجنسية الفرنسية السيسم السيسم طلب الليل يعني لبابي تاعكم روكو بمون فاميلي و لا فيزا د انسطناسي هو سي فيا فياس جلوبال فيا فياس جلوبال اللي جاي في ود الصمار الموقع وهما راح يقول لكم دوسي اما فيما يخص للمبلغ اشعال تدفعه باش تدير الاستسيام الله اعلم انا ما تنسوش كذلك ملاحظة الثالثة لازم الزوجة تاعك ولا الزوج تاعك الى جا لازم يقعد مين مون فانت كات تخجوغ معاك 24 يوم يقعد معاك في الجزائر يعني وهذا 24 يوم كذلك ملاحظة اخيرة وهذا 24 يوم وراح يفيري فيو يعني اكيد 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 رح يفيري فيو وراح يتأكدوا من الباسبورت تاحها باللي قعدة 24 يوم سواء يعني مدة كاملة ولا يعني منفصلة هذا فيما يخص الموضوع تاعي ان شاء الله راكم فهمتوا الميصاج تاعي وفهمتوا الاسلوب واللغة تاعي اللي وصلتها لكم اربي يفتح عليكم ان شاء الله كاش ما يكون جديدا اربي يقدركم مع الخير ان شاء الله دعونا ادعاو الخير ما تنسوش الاشتراك في القناة وديروا بارتاج وروا الناس عونوهم وكذلك في الصفحة تاع الفيسبوك راني من ذا كنت دير دي بيبليكاسيون ولا ندير دي فيديو دي لايف المهم اربي يفتح عليكم ان شاء الله ومنسوش باللي كذلك اكبرتكم الناس اللي حبو يتزوجوا مع مثلا اللي حبو يدروا مغياج ضافير هادو كلها انا اقول لهم غيري فيتيو ومثلا انا احب شي فيتي يعني يعني ينسي باش يزوجوا مغياج بلون مايفريها لهم غير غير لافوكا ولافوكا رح يستقاملوا درهم كبار هذي هي وكذلك يعني لازم يكون حضور تاع المرأة يعني يوم لغون ديفو تاع لازم مرأة تكون معاك تروح وتحطوا لدوسي في لبوات ولاتر ومبعث الدخل الداخل تسنوا ممكن يكون غاشي ممكن ما يكون الله اعلم تسنوا الداخل يعطولكم يعطوكم اسئلة وثم هو المصير تاعكم ربي يفتح عليكم ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته